اليوم راي حكي عن معلوبات اول مرة تعرفها في فورتنايت وانت بتوقع ان الشابتر الحالي نهايته هذا الموسم اللي هو الموسم الرابع لكن لا الموسم القادم راح يكون الموسم الخامس فتابعنا المقطع للنهاي قبل بداية المقطع لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زير الجرس لا تنسى كود الشوب YZYDD لاتس جو فورتنايت باخر سنين عودتنا انه الشابتر الكامل بيكون عبارة عن اربع مواسم زي الشابتر الثالث كان اربع مواسم فقط بعد ان دخلنا على الشابتر الرابع والشابتر الحالي الشابتر الحالي كان اربع مواسم النية ويخلص يعني هذا الموسم الحالي كان من المفترض يكون اخر موسم وينتهي بعد انه ندخل على الشابتر الخامس لكن الان في تسريب زي ما تشوف موثوق جدا جدا من المسرب شاينا بيحكي لك بنسبة 100% انه الموسم القادم راح يكون الموسم الخامس والموسم الخامس راح يكون بس شهر واحد أول مرة فورتنات تسوي موسم كامل قصير يكون شهر واحد بس مو شهرين أو شهرين ونص أو ثلاث شهور ما فيه شي غريب وكافي تسريب مع هذا التسريب بيحكي لك أنه الموسم الخامس رح تكون عبارة عن تعاقد مع ليغو لا شاينة بيحكي لك أنه الموسم القادم ما رح تكون تعاقد مع ليغو أو أي تعاقد ثاني يعني مش معروف شو رح تكون الموسم الخامس اسكناته أو شو تعاقداته وبحكي لك للأسف أنه المعلومة صح ومش غلط فالموسم الحالي رح يخلص بشهر 11 بعدين فورتنات بدل ما أنه تدخلنا بشابتر جديد لا رح تسوي موسم خامس الموسم عبارة عن شهر واحد من شهر 11 لشهر 12 بس أنا لو تسألتني شو رأيي بالموضوع أتوقع أنه فورتنات بدأ تعمل فيه حدث ممكن الموسم من بداية إلى نهايته تجهيزات للحدث وسوى عداوة بين طرفين ومشاكل عشان يصير فيه حدث ودمر الخريطة أو الجزيرة وننتقل لعالم ثاني أو جزيرة ثانية عنده آلة رجوع بالزمن وكان يستخدمها فممكن هاي الآلة لها دور مهم فممكن نستخدمها بالحدث حتى نرجع بالزمن مثلا أو نرجع للشابتر الأول لأنه فيه تسريب يحكي لك ممكن نرجع بالشابتر الأول بما أنه معانا آلة زمن فننتظر ونشوف لكن الخبر المؤكد أنه فيه موسم خامس لنهاية الشابتر الرابع ما رح يكون بس أربع مواسم رح يكون خمس مواسم والموسم الخامس رح يبدأ بشهر 11 وظلوا لشهر 12 فقط شهر واحد طيب المعلومة اللي بعدها كمان مهمة جدا فورتنايت حاليا شغالة على مود جديد أو طور جديد هو مود بشكل عام رح يكون المود اللي هو عالم مفتوح أي الفورتنايت تعمل إشي عالم مفتوح ملخصة كلام حسب ما أنا فهمت أنه فورتنايت شغالة عليه وتم تأكيد هذا الإشي والعمل رح يكون زي ماني كرافت ورح يكون المود البقاء على الحياة يعني زي سيرفايفل وتكون أنت تعمل كرافتين لعناصر ومواد حتى أنك تظلك عايش وما تموت يعني زي فكرة ماني كرافت وبحكي لك ضمن بيئة رمل فيزيائية رح كون في رمل يعني فيزيائية ممكن تنزل تحتية تطلع فوقه ما بعركب فكرته يعني يعني مدامه سيرفايفل ومكتوب كرافتينج سيرفايفل يعني إحنا رح نكون بعالم في وحوش أتوقع ومخلوقات ولازم نظن عايشين في معانا كرافتينج يعني أنت رح تصنع أدوات تصنع أشياء ممكن تصنع بيت عشان نظلك عايش جواته زي فكرة أارك وماني كرافت فتخيل هذا الشيء تشوفه في فورتنايت أتوقع فكرة حلوة وأكيد لو قدام رح تصرب بعض المعلومات أكثر عن هذا الطور بس حاليا هاي المعلومات اللي عنه فشو رأيكم بخصوص هذا الطور الجديد أو الموت الجديد اكتبونا بالتعليقات بحكي لك تم تسريب أنه أول سكن من سكنات وان بيس اللي قدرنا نعرفها اللي هي سكن نيكو روبين أحد شخصيات وان بيس والمسرب يتسرب هاي المعلومة هو من قبل سربنا سكن أشوكا ومن قبل سربنا تعاقد أتاك أن تايتن هجوم العمالقة تعاقد ترانسفورمر فتقريبا معلوماته موثوقة فبيحكي لك أنه من السكنات رح تنزل بالدفعة الأولى سكن نيكو روبين أكيد مش رح تنزل لحالها رح ينزل أربع سكنات بالأول لوفي نيكو روبين ممكن زورو ونامي ممكن دفعة البعادية ينزل سانجي وباقر سكنات لأنه هيك فورتنات شغالي مع الأنمي بتنزل بالأول دفعة بعدها بتنزل كمان دفعة بعد شهرين أو ثلاث فبس هاي المعلومات المهمة اللي كانت المقطع اليوم اكتبوني رأيكم بالطالقات شو في عندكم معلومات أو شو رأيكم بشكل عام بخصوص هاي المعلومات لأنه رح شوف كل الطالقات فبس بنهاية المقطع إذا حابت دعمني لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لا تنسى كود الشوب YZWDD مع السلامة اشتركوا في القناة